قمة افريقية استثنائية وتاريخية في النيجر يومي الأحد والاثنين وتحتضنها العاصمة نيامي التي تحولت إلى ما يمكن وصفه بمنطقة عسكرية مغلقة تزامنا مع انعقاد القمة التي سبقها تنظيم داعش الارهابي بشن هجوم ضد معسكر للجيش غربي البلاد على الحدود مع مالي راح ضحيته 18 جنديا أكثر من خمسين رئيس دولة وحكومة افريقية يشاركون في قمة الاتحاد الافريقي الثالث والثلاثين برئاسة مصر وتهيمن على أجندتها الملفات الاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى ملف الهجرة السرية وما يطفي أهمية خاصة على القمة هو تفعيل اتفاقية تجارة الحر القرية التي أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من إجمالي 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي وتعتبر الاتفاقية الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995 فيما تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الافريقية بستين بالمئة بحلول عام 2022